نرجع كمان بإحصائيات النهاردة ومعنا كمان بعدها جدول الدور الممتاز إحصائيات نادي زمالك النهاردة ونادي الإسماعيلي أو مباراة الإسماعيلي والزمالك الاستحواز 37-63 تزداد 9-9 تزداد على المرمى 4-1 للزمالك الرقنيات 7-6-6 التمرات 269 للإسماعيلي 475 للزمالك التمرات الصحيح 180 للإسماعيلي 490 للزمالك استخلاص الكرة 105 للإسماعيلي 104 للزمالك خسرت الكرة 37-46 أنا شايف أن نادي الزمالك حصائيات مش بعيدة عن بعضها لكن هي دي كرة القدم طبعا ألف مبروك لنادي الإسماعيلي وأعاز أرجع وأقول وأكد على كلام ميدو عن نادي الإسماعيلي نادي إسماعيلي قدر نقول رجع إلى الترك الصح رجع إلى بعض الأمور اللي كانت غايبة عنه كانت البدايات متعسرة مع جريده ثم محاولات كبيرة جدا من أحمد حسين ميدو فترة تولير نادي الإسماعيلي ثم مع حمزة جمل ومجلس إدارة نادي الزمالك الجديد نادي الإسماعيلي الجديد يعني بياخدوا خطوات مميزة وخلوني أقول كلمة ممكن تكون وقفة هنا في زوري شوية حافظوا بقى على حمزة جمل ما حصلش اللي حصل السنة اللي فاتت لأن كان فيه كلام دير النهاردة إن حمزة جمل ممكن بعد ما يبقى نادي الإسماعيلي ويتمر بظروف المتعسرة اللي مر بها نادي الإسماعيلي السنة دي إن يبقى هناك تفكير في مدير فني آخر أنا شايف إن مجلس الإدارة الحالي أعتقد إن هو يعني مشجع المنتج المحلي بيساند حمزة جمل بيساند نادي الإسماعيلي ليعود نادي الإسماعيلي كما عودنا واحد من أهم الأنديا الكبيرة جدا واحد من أول الأنديا المصرية اللي فاز بكاس أفريقيا في مباراته أمام الإنجلبي سنة 2009 في سنة القارة في حدث كبير جدا وحدث فريد وحدث بي يتذكروا كل النجوم وكل الإعلام ومسموع ومقروق ومرئي يتذكروا كل الناس اللي بتفكر إن نادي الإسماعيلي ده من الأنديا الكبيرة اللي كان له دور كبير جدا في المكهود الحربي بعد حرب 67 نادي الإسماعيلي بتاريخه الكبير وفوزه بالدوري العام المصري مرة أعتقد من كبن اسمهر إثني ومرة مع الكبن محسن صالح وفوزه في كس مصري وفوزه بالبطولات كبيرة نادي إسماعيلي يبقى من الأندعاء الكبيرة اللي جمهوره كانوا دور كبير جدا في مزندة نادي الإسماعيلي السنة دي والسنة اللي فاتت معنا جدول الدوري العام المصري طبعا النادي الآلي بيتصدر الدوري بواحد وعشرين مبارئ بـ 53 نقطة فيوتشر 50 بيرامز 49 وفاضل له ماتش ناقص عام فيوتشر زمالك 43 الاتحاد سكندري 40 المقاولون العرب 37 فرقه 36 المصري 36 سموحة 34 امبي 33 اسوان 31 سلمك كرباطرة 30 غزل المحلة 30 الاسماعيلي 29 الدخلية 26 البنك الاهلي 25 طلاع الجيش 24 حرس الحدود 16 عايز اقول النهاردة ان من خلال الجدوى اللي عرضنا ان الفوارق مش كبيرة خالص الفوارق منكم في مباراة واحدة او فوز او فوز وتعادل تخلي فريق يعدي 3 اربع مراكز لكن هي دي كرة القدم المباراة المتوقية من جدوى المسابقة لكل الفرق سواء المتصدرة او في الوسط او بنفسه على الهبوط او في منطقة الامان كل الفرق هتبقى مباراة لها مباراة كؤوس مباراة مهمة جدا 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 في الفترة اللي جاية المدير الفني اللي نازل مالك في حوار مهم جدا بيتكلم على اخوان اوزيريو اعقب الخسارة من نادي الاسماعيلي قال كنا نريد ان نلعب كرة القدم والمنافس كان يريد اضاعة الوقت اريد ان نضع حدا لذلك لعبو الاسماعيلي اهضره لكثير من الوقت وهذا يضيع متعة كرة القدم تصريح يعني مقرر جدا من كل مدرين فنيين ممكن يبقى عامده تعصر في مباراة بالنسبة لي ولأي لعب لا يستطيع ان يشارك في تسان دي لن يكون متوجدا معي وشكبال قادر على ذلك نتمنى ذلك عربت قبل مرابع ان افضل لعب الاسماعيلي هو سيرجي اكا وكنت ارغم في اقافه لذلك دفعت بحسام عبد المجيد في وسط الملعب وناس كتير انتخذتك فريق الزمالك خسر العديد من الكرات في وسط الملعب ونحاول ان نزيد من تركزنا خلال الفترة المقبلة نتمنى ذلك صاحبة الوينش غدا ستوضح الرؤية بالنسبة للعب وتمنى ان تكون بسيطة لان الوينش واحد من اهم اللاعبين المميزين لنادي الزمالك ومدافع مميز جدا سواء المتخب مصر او نادي الزمالك وعودته كانت عودة مهمة جدا كمان لحمزة جمل على المدينة الفني صاحب الفوز النهاردة وصاحب اغلى ثلاث نقاط للنادي طبعا للنادي الاسماعيلي النهاردة طبعا بفوزه على نادي الزمالك النهاردة اشيد بالجمهور التي وصلت التشجيع ولديها ولديها الثقة في اللاعبين ومنحتنا الثقة جميعا تعملنا نفسيا ومعنويا مع اللاعبين قبل المباراة الجميع بازل مجهودا كبيرا من اجل ازهوره بهذا المستوى الادارة قام بتوفير الجزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة والهدف الذي جاء من اجله الجهاز يحتاج الى صبر ووقت وده كلام مهم جدا اعتقد ان ده كلام كلام مهم جدا طبعا من المدير الفني اوزيريو المدير الفني نادي زمالك والمدير الفني نادي سماعلي كابتن حمزة جمل